ما هي فوائد الثوم للحامل؟ وهل هناك خطورة من تناوله أثناء الحامل؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا الموضوع للثوم مجموعة من الفوائد للحامل إذ أنه يقلل من خطر تسمم الحمل أو ارتفاع ضغط الدم وهو حالة تؤثر في واحدة من عشرة حوامل لكن تناول الثوم يقلل من خطر هذه الحالة ويقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم ومستويات البروتين في الدم من فوائد الثوم للحامل كذلك أنه يعمل على التقليل من التعب والإرهاق الذي تعاني منه الحامل إذ أن تناوله يمكن أن يقلل من الدوخة والقيئ أثناء الحمل الثوم كذلك يعزز وزن الطفل ويعمل على تحسين وزن المواليد الذين لديهم خطر خفاض وزن الولادة أو الولادة قبل الأوان كما أن الثوم يقلل من خطر العدوى ويعزز جهاز المناعة ويحافظ على صحتك وصحة جنينك لكن هل هناك خطورة من تناول الثوم للحامل؟ بعض النساء يعتقدن أن تناول الثوم أثناء الحمل يمكن له أن يسبب الإجهاد ويحدث ذلك فقط عندما تستهلكه المرأة بكمية كبيرة بينما يعد آمناً للاستهلاك أثناء الحمل طالما أنه يستهلك بكميات محتدلة لكن تناوله في الأشهر الثلاثة الأولى يمكن له أن يؤثر سلباً على صحة جنينك ترجمة نانسي قنقر